نضم إلينا من بكين سيد نادر رونج الباحث في الشؤون الصينية والعلاقات الدولية سيد نادر أهلا بك على شاشة الغد بكين تجري هذه التدريبات العسكرية الضخمة والمستفزة والتي اعتبرت مستفزة من قبل تايبي برأيكم هل من رسائل أو دلائل على ذلك؟ أهلا ومرحبا بكم هذه المناورات هي طبعا رد على استهزازات القوى الانفصاليين في الجزيرة وكذلك أبور لاي في الأعراض الأمريكية وكذلك إجراء أنشطاته الانفصالية من أجل الاستقلال في الخارج وفي كذلك داخل الجزيرة وهذه كذلك هي تحذير صار لكل الأنشطة الانفصاليين وللالانفصاليين وذلك من أجل المعي فصل تايبان عن الصين هذا التحذير لامس أيضا من قبل بكين أو من قبل القوات الجوية الصينية لامس أيضا اختراقات تايبي أعلنت منذ ساعات قليلة فقط أن هناك اختراقات للمجال الجوي لها ليس هناك المجال الجوي للجزيرة فالمبدأ الصيني الواحد هو معايير أساسية للعلاقات الدولية وكذلك هو المبدأ الذي يعترف بها التوافقات المجتمع الدولي كله فهي الجزيرة تايبان هي جزء لا تجزء من الأعراض الصينية فالصين لديها سيادة هاملة على الجزيرة ربما هكذا خطوة تزيد من حدة التوترات وتعقد أي مصار سلمي للوصول إلى تفاهمات سيد نادر طبعا هذه يجب أن نعلم التوتر يعني السبب التوتر هو بسبب أن القوة الانفصاليين وكذلك رفضهم للتوحيد باستخدام القوة وكذلك سعي هذه الحاولة الانفصاليين إلى الاستقلال هي اعتمادا على الولايات المتحدة وكوة الخارجية فهذا هو أكبر سبب للتوتر فالبروسن الرئيسي يختار التوحيد السلمي كخيار أول ولكن إذا هناك أي استهلازات من قبل الكوة الانفصاليين في الجزيرة فالبروسن الرئيسي تحتفظ بكل الوسائل لتنفيذ مهمة التوحيد كامل للبلاد بما في ذلك وسيلة عسكرية طيب سيد نادر تيوان تقول أنها سوف ترد على تلك التدريبات التي اعتبرتها مستفز كما ذكرت منذ قليل يعني برأيكم كيف سيكون طبيعة هذا الرد؟ لا نعرف ما هي طبيعة هذا الرد ولكن أعتقد هي أمام قوة الجبار للجيش تحرير الصيني وكذلك العزيمة ثابت لأبناء الشعب الصيني بكل قوميتها ولتوحيد يعني جميع المحاولات لحواجز لفاصل تايفان حواجز أمام التوحيد سيتكسر وكذلك الجميع المحاولات لفاصل تايفان صين ستلاقى بالفشل أشكرك شكرا جزيلا لك سيد نادر رونج البحث في أشؤون الصينية والعلاقات الدولية كنت معنا من بيكين